اشتركوا في القناة 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 أراني بحبة ولا جوج ركيين الفرماسيين بيطاري اللي كي يبيعها بالديطاع يعني ممكن أنكم تشريوا مثلاً سنتيم بالنسبة لها الذكر هذا مثلاً تشريوا له سنتيم واحد سنتيم واحد راه كافي سنتيم واحد كيدير تسعة درهم تسعة درهم مش هذي تضربوها مثلاً كل شهر ولا كل بيغة تقص تصرفوا الفلوس لا هذي تضربوها مرة واحدة في العام عام كامل يعني كتدونو هذي كلادات اللي درتوها والعام الجاي إن شاء الله عاد ممكن أنكم تعودوها لعوتاني يعني كتضرب أربع فوصول بتسعة درهم الحقيقة الناس اللي كيتخوفوا من قضية دي الأدوية أراها بسيطة وبسيطة للغاية كوني بخافك عقلوا لها كوني بخافك أنا كنعودة وكنعودة ماشي كنديل للإشار ولا كيلقيتها جد فعالة كين أنواه أخرين من الإباري كوني مرة مخدامين غزايدين شوية في الثامن كين اللي كتلقى تسعين درهم كين اللي كتلقى همية درهم ماشي بيناسهم الزف ولكن رأى كلهم عندهم مفعول واحد ديال التسمم الدموي يعني هما تحصين ضد التسمم الدموي ممكن أنكم تدروا إلا ما قلتش في البلاد ديالكم هات السمية هذه ممكن تدروا سيفا فاكس سعية تهيان زيانة ولكن كيني بخافك رأى هي اللي اللي معروفة في المغرب يعني كنظر من الناس اللي اللي كي يسكنوا في الوطن المغربي يعني قاعد المغربة رأى كلهم قاعد يلقوا كيني بخافك كيني بخافك رأى موجودة يعني هي اللي كي يستعملوها قاعد تقريبا في الفرماسي ديال البيطاري تاني حاجة ممكن أنكم تستعملوا الدواء ديال المرارة دواء ديال المرارة تي ام بي تي غي اس تي ام بي تي غي اس هو واحد سيرو سيرو كتشريوه بعشرة درهم هذا معروف كتديروه للصغار بعد الفيطامي يعني نيني تفطمو كتديرو لهم هدك سيرو كتسولي وخططيهم الأشياء الخضراء هو ضد تسمم معاوي هذا تي ام بي اس هو ضد تسمم المعاوي اما كيني بخافك كيني بخافك هديك ضد تسمم الدموي اذا هدي نظرة شاملة يعني هدك تي ام بي تي غي اس هدك كيديروه مع الماء يعني هو سيرو كيدير مع الماء كتديرو ملعقة مع ليتر ديال الماء لمدة اربع أيام وفي غي شوية فيه تقريبا واحد كده هكا تقريبا يعني بقي ما عنديش ولكن انا كنعطيكم غير اسماء والاتمنة ثمان ديالو عشرات درام عشرات درام حتى هي صافي كيني كتديروها لهم صافي ماشي كتديروها لهم صافي ماشي كتديروها لهم لمدة اربع أيام صافي كتولي عندو تحصين ضد المرارة يعني ما خاكت عطيهو شي اشياء اللي ممتكين حيث كيني كي يخلط مثلا الربيع ولا ولا قشور ديال الخضار ولا هدي مع المدة كتقد نتخلهم المرارة انتوما ديرو يعني السيرو هادا تي ام بي تي غي اس هادا قصيرو عشرات درام وصافي انتوما مهنين اذا لا تخوف من القضية ديال الدوايات انا هم رخاصين مو حد يصحب بي انا غادي اللي برا صعيبة باش تضربها كيفاش شنا هي اسمية ديالها يكما غالية لا هادشي انا كنعطيكم معلومات للمبتدئين كيني بخافاك تي ام بي تي غي اس يعني تي ام بي شرطة اس هدي سيرو مو معروف يمسيتو عند الفارماسي بيطاري فيتغينار غادي تقولولو اعطينا السيرو ديال القناة غادي اعطيكم هاد سيرو هادا بالضبط هدا تيدير عشرات دراهم عشرات دراهم كتديرو القطيع يعني اللي تفطمو عندك حدا بانا عندي هادو تفطمو يعني بعت منو مشي حبات قاولي هادو هادو منين غادي تفطمو منين تفطمتهم صافي عني درت لهم هدك سيرو صافي دابورا هم زيانين شاء الله اه كيبقى شوية ديال العرف مزيان شوية ديال شوية ديال النظافة ديالما الكاج الكاج يكون نقي ما يكون شو مصخ ولا هدي هادي هم الإسهالات كوكسيديا اه مهم انتفاخات او ثاني اه كذلك الإسهالات ممكن انكم منين يشوفوا الإسهال ديرو مباشرة بخل الخل قطيع ما العاقف مع طاسة ديالما بحال هكا صافي را غادي غادي ان شاء الله غادي غادي يقول ليوم زياني اه انتفاخات تاهية بسيطة وش يعني دواء فل بلاس ان شاء الله وهو بيكاربونات بيكاربونات سوديوم هو واحد الغبرة كديروها كدير السد لهم تاهية قد تقريبا الخنيشة ديال الملح فيها بزاف يعني كديرو غيم علقة كديروها لهم مع وعلى فكرة انه هاد هاد الدواء راه بشاري هاد انتفاخات هاد دواء ديال بيكاربونات سوديوم راه بحال الملح يعني غبرة بحال سكورغلاسي كيدير باكية كاملة باكية كبيرة كدير السد لهم وباكية صغيرة كدير ربعة درهم يعني ارخص مما يكون الخل راكم عارفين الخل راها ديال طعام عادي هو هاد الدواء الاسهالة نشوفو الكرش جارية ديال الارانب مباشرة ديرو اه الخل واحد القطيرة ديال الخل مع الماء صافي و كيو الليوم زياني انتفاخات متقوش تخافوا منهم مرة من راقصوا لهم كرشهم هكا لقيتين الارنب ما بغيش ياكل عفورها من فوخ من فوخ هالو كرشو صافي ديرو لهم هاد الدواء وصافي ان شاء الله راكي يجيب الله تيسير هنا ادوية اعطيتكم شامل نظرة شاملة وبسيطة كل شي هاد الادوية ممكن انكم تديروهم بواحد عشرين درهم مولا وتخليهم عندكم صافي هي هادى كتسعة درهم ديال كيوني بخافاك وعشرة درهم ديال السيرو هاد السيرو من شتر الكبار كيديرو غيل الصغار بعض الفيطام هادو غيكونوا عندكم في واحد في واحد الصندوق يعني وحاطينهم يعني كفرماسيان صغير ديالكم يكون فرماسي صغير يكون عندكم يعني صيدلية صغيرة في واحد الصندوق فيما تشوفوا شي ارنب في شي شي حاجة شي مرضو لهدي تكونوا موجودين واكتر يا الخل الخل متاح عندكم اي واحد غادي يكون عندو الخل اذا الحلقة ديالنا هي هادي شحرموا واحد كي في كومنتير هاد الحلقة تلبية للرغبة ديالكم وماللي شحرموا واحد يعني الناس طلبوني الى هذا الموضوع هذا كنظن ان انا لبيت الرغبة ديالكم كان شي حاجة مرحبا بكم في التعاليق ممكن ان نفسر كتر اي سؤال انا رهن الاشارة وكنشكركم بزاف على التعاليق طيبة ديالكم شكرا جزيلا الى اللقاء في الحلقة المقبلة شاركوا معنا الناس لما جاركوش معنا تكيوا على زر جام باش تساندونا والقناة تزيد القدام وتكيوا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة